كابتن عمر انا عايز اسألك عن الزمالك الزمالك وانا بدأت الحلقة ودعوة ان كل من يحب كرة القدم المصري ويزوب فيها وبيحب صناعتها وبيحب تاريخها وبيحب مكانتها وبيحب قيمتها علي ان يدعم الزمالك في هذه الفترة للنهود مرة اخرى ومجلس حيبا مهمته صعبة ثم التنافس في الملعب يعني ما فياش نقاش يعني لكن الزمالك يحتاج الان للتكاتف من كل المحبين في عالم الرياضة وكرة القدم وحنا عارفين الظروف اللي بيمر بها الزمالك دلوقتي والديون والمشاكل والازمات ودتهد جبل خد بالك مشتهد بس نادي هل انت معايا في الفكرة بعيد عن بقى الموطورين وانه للأسف هو في السنين الاخيرة ترسخت رسالة او مفهوم بعض قليل لكن صوتهم عالي انه تدوس على المنافس وتشتم المنافس والدغدغ في المنافس ده تبقى انت البطل المخور اللي بتحب نديك وديت حتى مثال على الاهلي ونتشكك في وطنية الاهلي لمجرد ان نستخدم حقه في انه بيحاول يحتفظ بالعبية ويقول المنتخب ده ماتش تحصيل حاصل والكلام ده انت معايا في هذه الدعوة بص اسمع عمد احنا دي مبادرة انت بقى راجل اهلاوي وقى راجل كمان يعني محدش حيزاد على اهلاويتك يعني لا مبادرة احنا بنقول الكرة المصرية فيها كل الانديلس احنا بنقول وجهة الكرة المصرية اهل وزماية مع احرام الباقي الفرق احنا بنقول دلوقتي التكاتف اداري وفني ومن اول العامل لغاية رئيس نادي انت دلاتي بتقول نادي الزمالي القيمة وقامة لاداء اللي موجودين فيه دلوقتي او القائمين عليه دلوقتي نجاح الانتخاب واللعيبة تفصل نفسها عن اللي بيدور ده تفصل نفسها تماما تسيب الحتة الادارية لحل المشاكل المالية خليك انت في الملعب عشان انت كل الامور دي هتحل لازم انت تكون جاهز لازم انت تكون عندك تركيز عالي تركيزك انت تكاتف اللعيبات كبيرة زي ما احنا كنا في النادي الاهل اللعيبات كبيرة كبتشوبير وكبتنا على عبصاد كابتر رمضاني كابتر رمضاني كابتر نادي من شاكل هل انت وانت بتلعب كابتر ومتمثل الاهل منتخب مصر النادي الاهل بقى افريقيا بقى بالدوري بتكاسف لم يبقى الزمالك متراجع كان بيبقى كورة لها طعم بالنسبالك ما هي حلوتها زي ما تقوله التنافس انت ما بتبقى انت بعيد قوي ومحقق بيبقى انت لغاية اخر اسبوع ايه ما نعارف ان الاهل يواخد البطولة ما نعارف ان الزمالك ياخدوا البطولة لا اما بتيجي بقى بيبقى روح التنافس فرق ثلاثة بونطة واربعة بونطة بيفرق معك في مستوىك انت ستصير انت بتحس انت بتحس احنا في سنة من السنين مع كابتر سابت رحمد الله عليه كنا عاديم بنتفرج والزمالك كسب المحلة اتنين صفر كرة كابتن احمد الكاس وكان سعيتها المدير الفني كابتن احمد ريفعد واحنا خارجين من التمرين اللي نايزة علانين ليه من تلسة فيها بعدها على طول كسبنا بالترتيب ترسانة كسبنا غزي شبين اه قصد كسبنا جمهوريت شبين كسبنا الاسماعيلي وخدت الدور مكانش عندك زرة غير انك انت تمشي كويس محاضرة الكابتن صالح انت امشي كويس مليفش دعب حد مش انا كويس هو ويحصل لازم تلا فيه منافسة ويبقى فيه اهلي وفيه زمالك وفيه اسماعيلي وهل تبقى انت ممسوط اكتر وانت اهلاوي ان يبقى منافس الاهلي مثلا زي ما ناس بدأت ردد كده في الدوري مش الزمالك لا احب الترتيب كده بالترتيب زي ما اقول لنا يعني بعيد عن الترتيب من غير اهلي زمالك فيوتشار اتحاد يعني انت تحب المنافسة مستمرة من اهلي وزمالك وبعدهم اسماعيلي واتحاد ومصري بالضبط عايز الاسماعيلي يبقى فوق يبقى في الاربعة الاوائل ما كانوا الطبيعي اللي كان بيسبب قلق لانديت اهلي وزمالك احنا ماتشارة اسماعيلي كانت بالنسبة لنا بتبقى كاس ماتش مكسابه ده يعتبر بستة بنت ما بتلعب في الاسماعيلية او بتلعب في اي مكان تاني في ملعب محايد كن بالنسبة لك المغاراة بالنسبة لك بستة بنت اما بتخش بقى التنافس دي يا سيد محمد بتفرق معك كتير جدا بتحس ان الدور ده ليه طعم مختلف عن انك حاسم الدور بفرق 11 بنت او بتسعة بنت او انت بتحسم البطولة عن جدارة وعن اداء وعن استحقاق بس اما بتبقى روح التنافس دي الاخر لحظة انت كمشاهد بتبقى يعني مبسوط ومجدود والشغل بتاع الاكشان دوت الماتشات دي هتكسب ازاي والماتش ده التوقعات وايه وتخسب مين وتتعدل مع مين والمبارات دي لو تعادلت انت بتحسبها وراء او قلم قبل ما بتحسبها داخل الملعب او ده لو الاهلي كسب هناك وزا مالك تعدل هنا والاسبعيل دي خسر هنا انا وصلت للنقطة دي بقى انا هاحقق كذا دي حسابات بتبقى في دماغ المشاهد وفي دماغ المدرب وفي دماغ اللاعيبة الدايرة اللي احنا فيها هدلوقتي بنقول اي احنا بنرتفع بمستوى الكرة المصرية بصفة عامة وبصفة الان دي بتاعتنا بصفة خاصة عموما كابتن عمرا انا بشكرك جدا على مشاعرك كنجم كبير طبعا و مش عايز اقول معتادل لان كابتن عمرا اهلاوي طبعا لكن معتادل في افكاره انه التاريخ العظيم للزمالك يشفع له في هذه المرحلة اللي كل الناس ستكتف لاجل ترجمة نانسي قنقر